اشتركوا في القناة للحد من ظاهرة العنف المرتبط بالتظاهرات أريدية عنده عوامل كثيرة وسورك إنسان عنده عوامل كثيرة عنده عوامل داخلية وعوامل خارجية والعوامل الداخلية هي أمور نفسية عقلية وإلى آخرين ولكن عواملات خارجية مهمة جدا لكي يمكن الوقاية أثر فيها وهي مثلا التقافة دينا التقافة التعبير يعني المواكب والاستحاب دي الأطفال دينا التربية دي الأطفال دينا الحضور الفعلي دي الأباء في المنزل التتبع مثلا بمونيتورينك بارونتال أو تتبع المراقبة الأبوية اللي هي ضعيرة أو لا تبقى كل شيء دي الأباء في البخطاب دياله أنت كتشوف أولا الأباء غائبين المشكل دي المراقبة دي قبل المراقبة ذلك العمر دي 12-13 عامل وعمر من مهم جدا كيفاش 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 الاستماع واحتى يعني الاستماع واحتى التداول مع الطفل كيفاش كيفاش هذك الول كنعطيه الوقت دياله كنسمعوله كنسمعوله كنسمعول المعاناة دياله كيفاش كنستحبه كيفاش كنناخدوا اتقاد دياله والهدف بطبيعة الحال وهو أن نفكك هذه الضائرة وأن نرى ما هي أسبابها وكيف يمكن معالجتها ولقد اقترحنا في البداية وأتمنى أتكون هذه من المخرجات أن نجعل مرصدا جامعيا للتفكير في هذه الضائرة الضائرة العنف في الرياضة يكون مقرها كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالرباط اليوم الدياسي شهد مناقشة مجموعة من المحاور ارتبطت بعلم النفس والاجتماع وتاريخ والفلسفة والفكه الإسلامي وحواء الحضارات إضافة إلى مناقشة محواء السياسات رياضية هادة دون إغفال دياله دياله ستضاهر في جانبها القانون والقضاء بتأطيع من أساتداء مختصين وباحثين في مختلف المجالات المذكورة سلفا تقصدي مقاربة اندماجية وبالتالي حتى القوانين الحالية والإطار التشريعي الذي يعالج هذه السلوكيات يجب الوقوف حنما كامل الخلال في هذا القانون هذا وتفعيل باقي البنود اللي مغير مفعالة كما هو الشأن من الليجة المحلية لتنظيم المباراة ديالكورة القدم اللي خاصة تحمل مسؤوليتها في التنظيم هدف من الجانب التنظيمي أما في الجانب التربية والسلوك كذلك خاص المدرسة والأسرة تبدل جهد من أجل تأطير السلوك خصوص القاصرين تتبعون من مقابلة الرياضية من أجل نحققوا الأهداف من أجلها كننظموا المتظاهرات الرياضية تحسين السلوك وتأطير السلوك القاصرين من سبيل التوصيات اللي قد يخرج بها اليوم الدراسي وهو أنه الكل يتفق لأنها ظاهرة العنف ظاهرة من بودا من بودا لأنها غريبة أولا على تقاليدنا وتانيا تؤدي إلى إفلاس المرفق العام أقول إفلاس عندما لاحظنا ما وقع في بعض المقابلات فذلك يكلف ميزانات الدولة أموال باهضة خاصة نحن المستوى الوزار مكلفين بسدبير البنية التحتية فبعد الأحيان العنف ساهم في حرمان عدد من جهات المغرب من مركبات رياضية الإصلاح للمركبات التي دمرها العنف يمكن تلك الأموال أن توجه نحو العدالة المجالية في مجال البنية التحتية الرياضية كذلك التوصية التي يخرج بها الاندواء وهو إحداث المصد الوطني الذي سيعنا بشؤون العنف وإحصائيات والانفتاح على مختلف الفاعلين لأن هذه المقاربة إيجابية جداً لأن العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية لها ضور كبير في فهم الظاهرة وبالتالي مساعدة اتخاذ القرارات مساعدة الوشريع مساعدة الجانب الأمني طبعاً دون إغفال أنه لا يمكن أن تحدثوا على العنف دون إعمال الزجر فالعنف فلمس بالممتلكات وحرية الأفراد والجماعات يقتضي إعمال القانون وبالتالي تطبيق القانون بحداثره كذلك أعتقد أن من التوصيات التي يجب الاشتغال عليها وهو همية معالجة الظاهرة القاصرين لأنه من شفنا جميع التجارب بجميع الحالات أن القاصرين يكونهم السبب الرئيسي في هذا النوع من العنف وبالتالي يجب الاشتغال في هذا الاتجاه وكان ظن أن تكون توصيات واقعية ومضبطة من طرف الخبراء في هذا المجال ويبقى العنف صورة من صورة الشغب والأكيد أن هذا اليوم الداسي مهد للأساتذة والحضرين الخروج بخلاصات وتوصيات عديدة كان من أفرزها التفكير في إحداث مصد وطني يعنى بالعنف سيكون هدفه الأساس إيجاد حلول واقتراحات تضع القطعة بين العنف وتضهرات ريادية حتى تتوحد رؤى بين الجامعة والمجتمع